حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة عن أنسي بن مالك عن أبي سيد الساعدي قال أبي وقال ابن جعفر عن أبي سيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن النجاري ثم بن عبد الأشهال ثم بن الحارثي بن الخزرج ثم بن ساعد توفي كل دور الأنصار خير فقال سعد بن عبادة ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن أبي أزنادي عن أبي سلمة عن أبي سيد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بن النجاري ثم بن عبد الأشهال ثم بن الحارثي بن الخزرج ثم بن ساعدة ثم قال وفي كل دور الأنصار خير قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن النجاري ثم بن عبد الأشهال ثم بن الحارثي بن الخزرج ثم بن ساعدة ثم قال وفي كل دور الأنصار خير فقال ساعد بن عبادة جعلنا رابع أربعة أسرج لي حماري فقال ابن أخيه أتريد أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك أن تكون رابع أربعة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي أزنادي عن أبي سلمة عن أبي سيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بن النجاري ثم بن عبد الأشهال ثم بن الحارثي بن الخزرج ثم بن ساعدة وفي كل الأنصار خير حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سمع أبو سيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ديار الأنصار فذكر الحديث قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني عطاء رجل كان يكون بالساحل لي عن أبي سيد أو أبي أسيدي بن ثابت شك سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت والدهن بالزيت فإنه من شجرة مباركة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عطاء الشمي عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلوا الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن أبا سيد كان يقول أصبت يوم بدر سيف ابن عابد المرزباني فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوا ما في أيديهم أقبلتوا به حتى ألقيته في النفل قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله قال فعرفه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه قال قريء على يعقوب في مغازي أبيه أو سماع قال ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر قال حدثني بعض بني ساعدة عن أبي سيد مالك بن ربيعة فقال أصبت سيف بني عابد المخزوميين المرزباني يوم بدر بدر فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يؤدوا ما في أيديهم من النفل أقبلتوا به حتى ألقيته في النفل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله فعرفه الأرقم بن أبي الأرقم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمني عن عبد الملك بن سعيدي بن سويد الأنصري قال سمعت أبا حميد وأبا سيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم أفتح لنا أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمني عن عبد الملك بن سعيدي بن سويد عن أبي حميد وعن أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلينوا له أشعاركم وأبشاركم وترونه أنه منكم قريب فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر أشعاركم وأبشاركم وترونه أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال حدثني أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد عن أبي أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بدريا وكان مولاهم قال قال أبو سيد بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بري أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به قال نعم خصال أربعة الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لرحم لاك إلا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال أخبرنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عباسي بن سهل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال لما أتقينا نحن يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لنا إذا أكثبوكم يعني غشوكم فرموهم بالنبل وأراه قال واستبقوا نبلكم قال حدثنا محمد بن عبد الله الزبير قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه وعباسي بن سهل عن أبيه قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب له فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين منهما فجلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلس ودخل هو وقد أوتي الجونية في بيت أميمة بنت النعمني بن شرحيل ومعها داية لها فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي لنفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قالت إني أعوذ بالله منك قال لقد عذتي بمعاذ ثم خرج علينا فقال فقال يا أباء سيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها قال وقال غير أبي أحمد امرأة من بني الجون يقال لها آمينة حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازمين قال سمعت سهلا يقول أتى أبو سيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس قال تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقع التمرات من الليلة في تور حثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا أبن وهب قال حدثنا عمرو بن الحريثي أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنهم تذاكروا هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال عمرو ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة إنه من غلى منها بعيرا أو شاطا أتي به يحمله يوم القيامة قال عبد الله بن أنيس بلى موسيقى موسيقى